احنا بعض المرات نصدر قوانين والله ما هي مدروسة طلعوا قانون قالوا يبقى الخادم اذا سافر او انك الفترة معينة يفحص ما عندنا اعتراض عساس نحافظ على انفسنا اذا سافر مع مرض وهذا حل وشي زي لكن هل احنا وفرنا الامكانيات يا وزارة الصحة يا عافية وفرنا كلا كلا وصلت المرحلة اليوم ان المندوب ياخذ الخادم او الخادم عساسي في حصله فحص طبي في المراكز يتواجدون من الساعة 12 بالليل في الحكومة مول او يمر يقول ترى انا راح اخذ خدامتكم اوديها الفحص الساعة 3-4 الفير اجوز يا وزارة الصحة مدام تبطبقون هذا القرار افتح كل المستوصفات افتح كل المستشفيات احط اماكن للعملية الفحص لكن احط لي 3-4 اماكن في مقابل اكثر من 700 الف خادمة بالكويت شون تركب شون تركب شو هالقرار الجهنمي بها الكويت بها البلد شو هالتفكير في شي وراي شاقول عيزتوا انا اعرض التقارير الخاصة بالزحمة اللي قاها تصير شي فشل يا ربي شي عور القلب ما تقول بالكويت ما في احترام لحقوق الانسان صاروا بعض الخدم ينامون ينامون في المركز لا ثاني يوم اساس ياخذ يسوي فحصه وترد الخادمة بالبيت ردوا الخدامة بالبيت واللي ما عنده واسطة وطبعا غير الرسوم عشر دنانير والمستفيد منه مو عشرة الحكومة المستفيد الاكبر هم الطباعين تخيلوا سبعمائة الف خادم والطباع قاعد ودينار ونص ودينارين دينار ونص ودينارين في احد يملك الاماكن هذا حق الطباعة في احد مستفيد خلونا نستفيد يا اخي طلعوا قرارات محترمة شوي ملينة منها التخلف اللي نعيشه ملينة زهقنا من كذل ما في قوانين بالبلد واحد ما دلش شي حفظ شي حفظ عيزنا واحنا نحفظ صار فينا زهايمر شوفوا التقدم شوفوا التقدم اللي عندنا في اماكن فحص الخدم عطهم يا مخرج خليشفون بعض مسؤولين وزارة عافية قل الله هؤلاء الناس قاعدين من الساعة 11 بالليل من أمس يقولك لا حمامات لا أكل ولا شيء هذا حشان بس فصل فحص طبي مالهم لاو خلينهم يومين بالأسبوع ببعب ببعب شوفوا العالم شوفوا العالم شوفوا العالم تكفى عطني أتوبوكس مخرج يمكن في مسؤول بالصحة لطبعا لما يطلعون وإحنا فتحنا أكثر من مركز لكن تعرفون وايد وزحمة وبادئين يعني كلها خدامة خالة تنطر يوم ليش ليش استهانة به البشر ما في حقوق لهم ما في احترام للآدمية لازم العذاب لازم هالطوابير نشوفها ونبي تطور شي غف وشي لوع التبت الواحد والله العظيم يروح يطق إقامة ما يديش المتطلبات والله العظيم صار واحد يروح يطق إقامة يقول لا سويت فحص طبي لا والله ما سويت فحص طبي مدت شهر ادفع دينارين وغير الطابع هذا ادفع يا مواطن وروح سووا فحص طبي 15-20 دينار وإذا عنده ثنتين والله نصيحي ناخذ الخدم كلهم مرة واحدة يلا بكج مرة واحدة والمصيبة وين عزال المشاهدين دول وين المصيبة شوف ش المستفيدين يقيل الطباعين عشرة الحكومة والطباعين دينارين ثلاثة ودنار ونص حلو وصلنا خمس تاش وين المصيبة التي تدفعها حق المندوب المندوب اليوم عساس ياخذ الخدامة يسألها فحص طبي شوف شوف رزق ياخذ 35 دينار كويتي عساس ياخذ خدامتك بباص ولا بسيارة يروح يسألها الفحص يعني الاستفاد من هالموضوع اللي ما عنده شغل اللي عنده علاقات هناك بابا انت يودي خدامة يسوي تيست عساس يسوي يقامة بكرة ايه ايه 35 كيدي بابا 35 كنا خمس دلانير 35 كيدي تسفنش 2 دي تسفنش وفعلا تدفع 35 يعني يدفع المواطن 50 دينار كويتي عساس يسوي الفحص يا قمة النظافة يا انهنية صافية يا انه تطور في الحكومة يا انه ادع في الحكومة الله يخلي الحكومة ويقولون للمواطن لا تحلطم ويقولون للبشر لا تحلطمون لا لش تحلطمون لا تحلطمون نسينا البنزين وارتفاعنا في الحين فالحين بس ننق مرشحين وننسى الفشل استوينا بالثلاث سنوات من انجازات في هذا البلد لو لديوان الامير يفتتح المشروعات ما ندرع عن مشاريع الدم سوينا وين كانت رؤية الحكومة وين دارت المرافق ومواقف السيارات اللي تفشي المصاعد خربان وكل شي خربان وين شركت المشروعات السياحية في تطوير المرافق السياحية وين احنا من تحلطم لكن مثل هذه المناظر تخلي الواحد يتحلطم عاشت الحكومة وعاشت من حتش من نيل لباتش ما احنا خلص خمسة ثلاثين مندوب عشر دنانير طاب حكومة طباع دينارين بعد شنو فيه هذا ما خلصنا ما طقنا الاقامة بعد ما رحنا وزارتي الداخلية مركز خدمة المواطن ما دفعنا بعد فحص طبي خمسة اقامة عشرة يعني اليوم تكلفة الخدامة حساس اطق لها اقامة ما يقارب سبعين دينار كوتي وتشم سبعين في معاش المواطن لو اطق الاقامة ممكن تنحاش ماذا نسينا تجديد البطاقة المدنية بعد خمس دنانير وصلنا خمسة وسبعين دينار كويت في شي بعد ما ذكرنا والبانزين رفعت البانزين الحكومة الله يطول بعمرها ويخليها لنا وغير المغثة ولوعة التب والزحمة بالشوارع شكرا سمعت عن قصة الهواء